وقعت وزارة تموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغدائية ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون لتوفير السلع الغدائية للمواطنين وتوفير منافذ من المجامعات الاستهلاكية لعرض اللحم الطازجة المطروحة في مبادرة حياة كريمة وأشار وزير التموين شريف فاروق إلى أن البروتوكول يتضمن في المرحلة الأولى تخصيص عشرين منفذا من وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الحوم الطازجة التي تتبع مبادرة حياة كريمة بأسعار تنافسية حيث ستتولى مؤسسة حياة كريمة تحديد الأسر المستحقة بناء على دراسات ميدانية واحتياجات المجتمع